اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيروس طبعا يعني بيكتاح العالم كله فربنا سبحانه وتعالى بيحاول ان هو برضو يعني لما بينزل القضاء بيخففه شوية وبيدينا حاجة الحمد لله رب العالمين نشكر ربنا عليها حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتاب العزيز قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ربنا سبحانه وتعالى ادانا العيد علشان خاطر يفرج عننا هموم كتير واوقات عصيبة كتير فربنا بيحبنا او يا جماعة عشان كده هو ما سبناش حيرانين وتعبانين حبي يدينا هدية بيفرج عننا شوية في وسط الالام اللي احنا بنعيشها ادانا يومين كده كويسين نشم نفسنا حتى نبتدي يعني نخرج من اللي احنا فيه زي ما بيقولوا العيد فرحة يعني فاحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخفف عننا شوية كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد فطر سعيد انا يشرفني ان انا اكون في صحبة حضراتكم في الفقرة دي من اليوم المفتوح في العيد على قناة الصحة الجمال انا دكتور وليد ابو الفتوح استشاري المخوى العصاب والطب النفسي وعلاج الادمام يشرفني ان انا نكون معاكم في الفترة دي علشان نتكلم عن موضوع يعني اعتقد من وجهة نظري ان كل الناس في حاجة ما السليه دلوقتي هو الصحة النفسية في ظل هذه الظروف الصعبة حتى يعني يمكن عنوان حلقتنا النهاردة هو ايجابية العيد على الصحة النفسية يعني ربنا ادينا العيد علشان خاطر يحسن الموت بتاعنا ويحسن الصحة النفسية بتاعتنا في ظل هذه الظروف الصعبة طيب اولا احب ابدأ كلامي بمعنى كلمة عيد هو يعني ايه عيد؟ كلمة عيد يعني ايه؟ كلمة عيد في اللغة يعني الاعادة او جاي من كلمة يعود يعني كلمة عيد هي الحاجة اللي بتعود بالفرحة وبالسرور كل سنة في نفس المعاد عشان كده سمناه عيد العيد يعني يعاد كل عام في نفس الوقت بفرحة وسرور على المسلمين في جميع انحاء الارض ودي رحمة من رحمات ربنا علينا نشكر عليها الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة اللي هو اهدانا اياها فكلمة عيد جاي من كلمة الاعادة احنا عندنا عيدين العيد الفطر وعيد الاطحى بيبقى ربنا سبحانه وتعالى ما سبش بينهم فرق كبير يعني حطلنا بينهم تقريبا سبعين يوم فرق ما بين العيد الفطر وعيد الاطحى يمكن علشان خاطر ايه؟ دول بيبقوا زي شحن او طاقة ايجابية ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا علشان نقدر نكمل بيها بقية السنة فنحن بننتظر الحقيقة العيد من وقت الى اخر علشان نستعيد الصحة النفسية اش معنى انا اخترت موضوع ايجابية العيد على الصحة النفسية اولا العيد هي هبة من هبات ربنا سبحانه وتعالى ادي واحدة الحاجة التانية هو مكان السرور والسعادة لجميع المسلمين في جميع انحاء الارض حتى الغير مسلمين بيحتفلوا مع المسلمين بيشاركوهم الاعياد وكده فبتبقى فرحة حقيقة للناس كلها فانا اخترت حتة الطاقة الايجابية بتاعت العيد واعلاقتها بالصحة النفسية اش معنى بقى حكاية الصحة النفسية لان ربنا سبحانه وتعالى من احسن الحاجات اللي هو خلقها هي النفس البشرية بل يمكن هي احسن الحاجات على الاطلاق يعني ربنا سبحانه وتعالى طيب احنا معانا تليفون اتفضل يا فاندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا دكتور اهلا وسهلا اتعرف بحضرتك عمر محمد اهلا يا استاذ عمر ازاي حضرتك يا استاذ عمر كل سنة وانت طيب انت بسهر السلام يا دكتور اتفضل يا استاذ عمر لا صرف يا دكتور انا من ساعة يعني معرفنا ووضوع الكورونا والواحد خايف حاسس ان هو كل ما يجيله شوية برد كل ما يكحة كحة يحس ان هو جاله كورونا فده طبيعي بالنسبة للناس ولا ده ولا المفترض واحد يروح يتعالج ايه بس يا استاذ عمر هو موضوع الكورونا ده موضوع شائق جدا وموضوع ما هو السهل فلذلك يعني انت مش محتاج تتعالج ولا حاجة انت كويس وربنا يديك الصحة انت قصرتك بس لازم ناخد الاجراءات الاحترازية علشان خاطر ما ينتشرش الفيروس ويوصل لحضرتك او لأفراد الاسرة لان هو الفيروس ده فيروس يعني خطير شوية فانت بالعكس يعني كونك ان انت خايف او قلقان ده معناه ان انت بتتمتع بصحة نفسية طبيعية مع العلم يا دكتور ان انا مريض ام اس مع العلم ايه؟ ان انا مريض ام اس فده اكيد بيبعث المناعة لا الف السلام عليك يا سيد عمر الاول ثانيا مريض الام اس ده معناه ان المناعة بتاعته قوية شويتين تلاتة فده ما يأثرش عليه كورونا ولا حاجة لان مرض الام اس ده هو مرض مناعي بتطلع اجسام مضادة جسم الجهاز المناعي بيطلع اجسام مضادة فبيضرب الجهاز العصبي فده معناه ان الجهاز المناعي قوي شويتين تلاتة فالكورونا مش هتأثر عليه ولكن يعني بيتأثر بامراض اخرى زي الام اس هو برضو مرض يعني ربنا يعافيك ان شاء الله وتشفى منه باذن الله ما فيش اي مشكلة خالص العافية سيد عمر شرفتيني كل سنة وانتو طيبين كنا بنتكلم عن الصحة النفسية والطاقة الايجابية بتاعت العيد لان النفس البشرية هي من احسن الحاجات اللي ربنا خلاها بل يمكن هي احسنها على الاطلاق وربنا بيقول في القرآن ولقد كرمنا بني ادم ده معناه ان بني ادم او النفس البشرية ما هو البني ادم ده عبر عن ايه النفس البشرية فالنفس البشرية دي هي احسن حاجة ربنا خلاها علشان كده ربنا بيكافئها رغم ان فيه عسر وهو موضوع الفيروس والاحوال اللي احنا فيها الا ان فيه يسر ان مع العسر يسر ربنا بيقول في القرآن ان مع العسر يسر اذا ربنا ما بينزلش الحاجة الوحشة ويسيبها ويطلقها لا بعد شوية بيدينا حتة كده زي بوز او زي فترة كده يعني بنشم نفسنا كده ونستعيد صحتنا النفسية لان زي ما كان استاذ عمر محمد اللي كان معنا على التليفون دلوقتي كان بيقول ان هو خايف وبتاع وان هو قلقان من موضوع الكورونا وكده زي زي يعني مئات من المصريين بشوفهم في المستشفى في العيادة كل يوم بيجي لهم بانيك اتاك ويعني نوبات من الهلع والخوف نتيجة الهجوم الفيروس دوت ناس خايفة والانة جدا 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 حقيقة لكن ارجع واقول برضو ان احنا النفس البشرية دي رغم فيه خوف وفيه قلق وتوتر الى ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا هدية طيب معنا تليفون تاني اتفضلي يا استاذة نجلاء اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش يا استاذة نجلاء قوليلي الشكوى تاني لو سمحت بتحسي بزغلالة يعني كده? ده حضرتك طبعا ليه علاقة بالمخ والعصاب ده ممكن يكون احد الامراض بتاعتنا بتاعت المخ والعصابة لكن حركة لازم هتعمل شوية تحاليل زي صور الدم مثلا واشعة رنين على المخ وبنستشير اقرب طبيب مخ وعصاب يعني قريب من هنا ولو كان في حركة بتشتكي من ضغطة او سكر او امراض مزمينة هنعمل لها التحاليل بتاعتها واحنا رايحين برضو ناخد رأي احد زميلنا من القريبين منك طبعا بتوع المخ والعصاب ألف سلام على حضرتك يا سيدا نجلال نرجع تاني لكلامنا نفس البشرية ربنا خلقها مش عشان يعزبها بالعكس ددانا هدية ولا ألا وهو العيد في ظل هذه الظروف الصعبة حتى كان في حديث كده عن الرسول برضو حب حضراتكو يعني تسمعوه كان بيقول عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال كان سيدنا أنس كان بيقول أن كان لأهل الجاهلية يوما في كل سنة كان في يومين في كل سنة بيلعبون فيهما فلما قدم النبي فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قال كان لكم يومين تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى أصدقل أن الرسول كان عارف أن فيه مين في الجاهلية الناس بيفرحوا فيهم وبيلعبوا فيهم وكده زي عيد كده في الجاهلية يعني وبعدين لما نزلت الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتنقل من المكة إلى المدينة قال لهم أن أنتوا كان عندكم يومين في الجاهلية أنتوا بتلعبوا فيهم وكده فأحنا ربنا إداكم يومين أحسن منهم وخيرا حتى قال خيرا منهما ده معناه أن اليومين دول في عيد الفطر وعيد الأضحى دول يومين فيهم الخير والفضل والرحمات من عند ربنا سبحانه وتعالى أصدقل أن إحنا عايزين نستخلص من هذه الأيام أن إحنا نبدل حالة الركود وحالة الخوف زي ما أستاذ عمر كان بيتكلمين شوية وبيقول أنا خايف وعندنا الكورونا ومش عايز في إيه وكده إحنا عايزين نبدل هذه البانيك أتاك أو هذا الخوف أو هذا الهلع من الخوف والبانيك أتاك إلى الفرحة والسرور والهدوء النفسي والطمأنينة لأن الرسول قال ربنا أبدلكم يومان خيرا يعني الخير كله والخير للصحة النفسية والصحة البدنية والصحة في العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية ما بين الكبار والصغار وأهل البيت الواحد وأهل الأسرة الواحدة وأهل البلد الواحدة وأهل القرية الواحدة كل دوء بيبعث روح من التراحم والتواد والطمأنينة ما بين الناس فعشان كده الرسول قال إن هم يومان خيرا خيرا من الأيام اللي كانت في الجاهلية اللي هو عيد الفطر وعيد الأطحى نحب نقول كمان حاجة مهمة نحب نقول معنات صال أيها تفضل أهلا وسهلا يا فندم تفضل يا فندم معك عماد عويدة من منصورة بيه مين يا فندم معك عماد عويدة من منصورة سعدك عماد عويدة من المنصورة أهلا وسهلا يا أستاذ عماد وأهلا بالناس المنصورة الحلوين تفضل يا فندم كل استاذ سعدك طيب وربنا أبدأ عليك الأيام بالخير وعلى الأمة الإسلامية بالخير يا رب العالمين يارباللهم امين علينا وعلى حضرتك وعلى الامة الاسلامية ان شاء الله يا استاذ فاضري فن سعدك الاه كمصريين او العالم كله واخد الفيروس يعني حاجة يعني الفيروس ايه فيروس بسنا اعمل حاجة الوقاية تمام اعمل حاجة سعدك الوقاية تمام سعدك يعني طبعا الفيروس كل ما ده بيزيد حيات كتير يعني الاول عن الاول صح سعدك مظبوط يا فن سعدك اه هو فيروس ايه فيروس خالص وليتعمل مع الحياة عشان نشوف شغلنا ونشوف حياتنا العملية بس ايه نحافظ بالزبط يا فنم يعني حراك دلوقتي بتدعو ان احنا ننزل ونعمل وننتج ونشوف اشغالنا وكده ولكن مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية صح كده يا فنم ساعدتك يا بيه تمام كده يا بيه ساعدتك اه يعني بقى خلاص البرز جي يعني نعود بقى نعود نمشي ازاي والعجل عشان عجل الدول والانساج عشان ننتج يا بيه ايوه مظبوط يا فنم صح وانا بضم فضل يا فنم فضل الساقف اتخرم ايه ياريت يا فنم بس ده بيحصلش يعني ياريت نعمل بقى نشتغل نجري نتعب طبعا طبعا بس نحاضر ساعدتك نحاضر طبعا يا فنم وانا انا بضم صوتي لصوت حضرتك ولكل اهل المنصورة ان طبعا احنا لازم ننزل ونشتغل ولكن لازم ناخد كل الاجراءات الاحترازية علشان خاطر ما يتفشاش الفيروس اكتر من كده والاصابة توصل لأهلنا واطفالنا ونحافظ على المنظومة الصحية اللي موجودة والحكومة عمالة يعني بتتكلم في القصة دي بقالها فترة يعني وكده على الاجراءات الاحترازية فانا بضم صوتي لصوت حضرتك طبعا انا مع حضرك يا فنم جدا يعني ان شاء الله ربنا يحفظ اهلينا وولادنا ويحفظ مصر والمسلمين في جميع انحاء العالم وكل البشر في كل حتة من اي سوء ان شاء الله والفيروس ده يعني غمه وان شاء الله تنزاحي يعني باذن الله طبعا فكرة نرجع تاني لفكرة الصحة النفسية الصحة النفسية دي شيء مهم جدا اه معنا اتصال تاني اتفضل يا فندم ابو محمد مع حضرتك ابو محمد منين يا فندم ابو محمد اهلا وسهلا يا فندم اهلا وسهلا اللهم امين اللهم امين ان شاء الله الكمامة الكمامة ها هي بناء على توجيهات رئيس الغراء تمام بتعميل جهاز الكمامات بالاماكن العامة يتم توبيه السادة المحافظين تمام على مستوى الدمورية تمام بطرف الكمامات على العاملين بالجهاز الاداري بالدولة على ان يتم تحصيل اسمانها للمرتب يوني بسأر التكليفة ويتم تحصيل هامش ربح لصاحة دعم المنظومة الصحية المصر طيب يعني حضرتك دلوقتي عايز عايز تقول ان احنا عايزين نعمم الكمامة في جميع انحاء الجمهورية بالضبط وكمان نخليها متوفرة وبسعر رخيص في متناول ايدي الناس بالضبط كده بقى الجهاز الاداري بالدولة في 6.5 مليون حضرتك الوظف بأسرهم حوالي 22 مليون وهكذا يتطبق على مستوى الجمهورية كويس جدا ويطلع من الفلوس الاوليالة اللي هي 8 الكمامة هامش ربح لدعم المنظومة الصحية بالضبط حضرتك يا دكتور بالضبط 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 طيب طبعا انا ايه انا انا مبسوط جدا باقتراح حضرتك وحضرتك راجل وطني انا معالجش برضو يا دكتور فضل انا موظف مجلس مدينة طبط اسمي رمضان وحضرتك دعاتي قبل كده ع الفيس منشوري في جريب تحضير مصر تمام حضرتك في 11-13-2019 تمام وزمنع فكرة قانون التصالح اللي انا دعاتته 2017 رئيس لرئيس الجمهورية اه لكن لأسف تشديد طبعا انت عايز توصل ايه رئيس الجمهورية من خلال هذا الممبر الاعلامي واحنا نوصله ان شاء الله اقول كده حرك الفكرة تاني حضرتك انا دعات 2017 لأستيد رئيس الجمهورية جواب دا الموصول تمام من ضمنها فكرة قانون التصالح الحالي ايوا تمام ايوا من ضمنهم فكرة التصالح الغربية اللي هو المركز ومدينة او بيش تمام حضرتك على مساحة مثلا الف متر لكل متقدم تمام ويترسم حضرتك بنظام الحارة كل حارة لالون تمام تمام الحاجة التابعة كنا تتجاه ناحية وتنقرر سمراء بما فيها من خيرات تمام عمتا هي رسالة حضرتك وصلت وان شاء الله انا من خلال هذا المنبر الاعلامي انا بضم صوتي لصوت حرارك لان حرارك رجل وطني وعايز الامور تبقى افضل بضم صوت لصوت حرارك للسيد رئيس الجمهورية ان هو يعني يسمع هذه الاقتراحات وان شاء الله وتبقى فيه عداد التنفيذ بإذن الله في اقرب وقت ان شاء الله نرجع تاني لفكرة النفس البشرية نفس البشرية ربنا خلقها وعزها جامد عشان كده هي اغلى ما يعني خلقوا ربنا سبحانه وتعالى عشان كده دايما لما بينزل الداء ربنا بيدينا معاه الدواء ولما بينزل المرض بيدينا المحاذير والموانع لهذا المرض علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادانا العيد عشان يخفف عننا هذه الالام في هذه الفترة العصيبة اللي احنا بنعدي بيها والبلد بتعدي بيها ان شاء الله تعدي بيها على خير طبعا من خلال هذا المنبر الاعلامي انا احب اوجه بعض الرسائل للسادة المشاهدين فكرة عيد الفطر اول حاجة طبعا الحكومة تفضلت مشكورة بفرض حظرة اجوال في وقت معين من الساعة الخامسة طبعا مش عشان حاجة هي مش بتغلس على الناس بالعكس ده الحفاظ على الناس طبعا احنا عندنا العيد واحنا كمصريين بنحب دايما الزيارات العائلية والتجمعات والكلام الجميل بتاع المصريين اللي كلنا ان شاء الله بنحبه بنعمله معانا التصال تفضل استس حامد تفضل ايفاند عليكم السلام ورحمة الله وبركpe اهلا اهلا كل Jahrh subway طيب طيب يا حبيب اقلبي اتفضل المورينجة هي المورينجة بتجاوي جهاز المناعة واللمون والحاجات ديت ايه بالزبا ايه اللي بيأوي جهاز المناعة اللمون هو ايه اللمون ومنمرينجة المورينجة المورينجا أيوة المورينجا واللمون أيوة آه آه طبعا يجو جهاز المناعة طيب لو جينا نتكلم عن الجهاز المناعة بتاعنا جهاز المناعة في هذه الفترة الدقيقة من الزمن طبعا إحنا كلنا بنهتم جدا بجهاز المناعة عشان نقوي جهاز المناعة ضد الإصابة بالفيروس أو بغيره أول حاجة كيش فات حاجة كده لازم حنهتم بيها بالنسبة للمأكلات والمشروبات رقم واحد عسل النحل عسل النحل ده مهم جدا وده ما أذكر في القرآن هو شفاء من كل حاجة فده مهم جدا للتقويت جهاز المناعة أدي واحد رقم اثنين الليمون المغلي الليمون المغلي ده مهم جدا رقم ثلاثة فيتامين سيف في كل حاجة بقى فيه في البرتقان في الاستفان دي فيه فيه يعني فيتامين سيف حاجات كتير مهم جدا وطبعا الليمون المغلي الحاجة الرابعة الأسماك والتونة الأسماك والتونة دي مهمة جدا 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 لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأوميجا سري وده مهم جدا للمخ والجهاز المناعة السمك ما يعملش حاجة يعني يجوي جهاز المناعة السمك آه طبعا بيقوي جهاز المناعة طبعا السمك والتونة السمك والتونة وعسل النحل واللمون المغلي وأي حاجة فيها فيتامين سي زائد حاجة مهمة جدا لان الفيروس ده بيخش على الحلق بيخش على الزور فعلشان يبقى دايما ان الزور يعني او الحلق بتاع الانسان مطهر لازم ينديله سوائل دافية على طول لان السوائل الدافية دي بتخسل المنطقة بتاعت الحلق والزور فعشان كده دايما لو حتى في اصابة بتبتدي ايه تتحرك يعني فدي الحاجات المهمة اللي احنا لازم نخلي بالنا منها في الفترة دي طيب نرجع تاني للقصة بتاعت الحاجات الجميلة والعادات الجميلة بتاعت المصريين اللي احنا دايما بنعملها في الاعياد طبعا احنا مش بنقول ان احنا ما نروحش لبعض وما نمنع الزيارات او نمنع صلة الراحم بالعكس ده ده بيخفف الام ناس كتير يعني ممكن حد يبقى عنده مشكلة نفسية شوية اكتئاب متدايق شوية توطر حاجات زي كده ومجرد انك تروح تزوره وتقعد معاه ده في حد ذاته بيخليه ينسى التعب اللي عنده فيبتدي يتحول من حالة الاكتئاب او الانجزايت او التوتر او الالأ الى حالة تانية اخرى من السعادة والسرور فاحنا ما بنقولش نمنع ده عشان الفيروس ولكن طول ما احنا بنتحرك بحكمة وبحرص مش هيبه فيه اي مشكلة يعني اتخاذ كل الوسائل الاحترازية واحنا بنزور بعض في العيد العيد فرحة وسعادة وسرور فخليه بقى كده ملاش نعمل الحاجات اللي ممكن تقلبوا الحاجة تانية يعني انا هروح هزور اه ارايبي هعمل ايه هلبس الكمامة بتاعتي طب وهم هيبقوا نفس الكلام طيب المصريين بطبعهم بيحبوا يسلموا والبوس والاحضان والحاجات الجميلة بتاعت المصريين دي عشان خطرنا بلاش بلاش الفترة دي حد ما الازمة دي تعدي وبعد كده بص واحد امبرحتك مفيش مشكلة بس يعني بلاش دلوقتي لان دي فترة دقيقة جدا في حياتنا ومهمة قوي وبيبني عليها حاجات كتير قوي في جهاز المناعة وجهاز العصبي وجهاز النفسي يعني حاجات كتير قوي بتتأثر بالحكاية دي فعشان كده يعني بدعوا كل الناس للزيارات التزاور وصلة الرحم وان احنا ندخل السرور على اهلينا وعلى اصحابنا وعلى ولادنا وعلى قريبنا وكله ما فيش اي مشكلة خالص ولكن الاجراءات الاحترازية الكمامات وانت رايح عند الناس او الناس جايلك الكمامة لازم ليه علشان خاطر الفيروس ده بيتنقل بالافرازات بالرزاز اللي احنا بنتكلم عن الرزاز بيطلع من بقنا الرزاز ده ممكن ينقل العدوى وانت بتبقى مش عارف انت مصاب ولا لا انت ممكن يكون عندك دور برد عادي جدا وبعدين يطلع بعد شوية ان هو مش عادي يطلع فيروس او ممكن ما تكونش عندك اي اعراض خالص وبعدين تكتشف ان هو كان عندك وانت روح تزور طفلان وعلان ومش عارف ايه فما حدش يقول لان انا بسمع الكلام ده كتير من العينين يقول لك يا دكتور انا صحيتي كويسة ومعنديش فيروس الحمد لله وبروح ازور قريبه طيب انت حللت لا طب انت عملت صورة دم لا طب انت عرفت منين يقول لك انا صحيتي كويسة انا كويس مش حاجة اسمها كده انت في الفترة العصيبة دي والفترة الدقيقة دي انت لازم تتعامل مع نفسك ومع كل الافراد اللي حواليك انك مصاب وهم مصابين لو تعاملت بهذا الفكر ان انت مصاب وهم مصابين مش هيبقى فيه اي مشكلة خالص خالص في ان احنا نحد من انتشار الفيروس اه صحيح احنا في العيد اه صحيح احنا اه عايزين نخرج ونشوف قريبنا ويبقى فيه صلة رحم يبقى فيه سعادة وسرور بس في الوقت ده لازم يكون بمنتهى الحرفة لازم يكون عندك حرفية في التعامل كمامات كحول اه ما فيش تلامس حتى لما تقعد عند الناس ما تطولش يعني ما قعد شوية وكل حاجة بس ما يعني قصة بعد شوية بعد انما الانسان يقعد في مكان بحس ان هو زي ما بيقولوا بالبلد كده بدأ يرحرح فممكن يقلع الكمامة ممكن يقوم بقى يعمل اي حاجة كلام من ده يعني فزوروا كل حاجة واعمل كل العادات الجميلة اللي احنا بنعملها وبنحبها ولكن بحرص شديد احنا معنا تليفون تاني تفضل اي فاندم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا دكتور اهلا وسهلا لو سمحتنا دكتور كان فيه سؤال كان فيه سؤال دلوقتي من ساعة من ساعة ما عادنا في البيت وموضوع الموبايل والاطفال الموبايل والاطفال ايوة اا ايوة الاطفال بيمسكوا الموبايل بطريقة رهيبة طبعا لان طبعا ما فيش خروج ما فيش حاجة ف والحاجات اللي بيتفرجوا عليها حاجات مليانة عنف مليانة عنف ايوة اا طبعا اللي هم بيتفرجوا عليها اا يعني سبيدرمان سوبرمان الحاجات اللي بتطير فالحاجات دي الحاجات دي بتأصل جدا على الاطفال ففيه حاجة ممكن نعملها بديلة طيب هو هو مش مش حاجة مش حاجة بديلة هي الفكرة بس ان الاطفال اا مشكلتهم ان هم يعني قدرتهم على الفهم والاستيعاب ما هياش عالية لانه طفل فاحنا فاحنا لازم احنا اللي بقى دورنا دلوقتي ان احنا نخلي بالنا من وانتابع الحاجات اللي هم بيتفرجوا عليها بمعنى يعني يا دكتور ما تدرواش التليفون لا ما قصدش ما تدرواش التليفون احنا مش عايزين ولادنا يبقوا متخلفين عن عن الدول اللي برا والاطفال الغربي يعني عايزينهم يبقوا على نفس قدم يعني على قدم المساواة معاهم ولكن احنا لازم نبقى قوعة منهم برا هما يعني البيئة بتاعتهم والمجتمع بتاعتهم يعني مفتوح شويتين تلاتة فما عندهمش مشكلة في عنف في افلام اباحية في مواقف جنسية في كذا في كذا في كذا هما ما عندهمش مشكلة في الحاجات دي لان دي الكالشر بتاعتهم او البيئة بتاعتهم كده احنا مختلفين ف انا اقول لك دكتور ان في في كارتون كارتون هو الولد كان بيقلده وقع نقط من عالكورسي وقع ايدي القسر اه 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 طبعا اه فدي دي نصيبة وانا برضه ماينفعش ما دلوش التليفون لانه محبوس في البيت بص هو ايه الفكرة كلها ان انت اه دورك انت بقى ودور الولدة يعني انت والدته اه دوركو اه في الحفاظ على هو بيشوف ايه وبيتفرغ على ايه لان الولد لما بيكون في سن صغير بيعايز يشوف حاجة فيها اكشن واحد بيجري واحد بينط واحد بيتشقلب واحد بيلعب مش عارف ايه كلام من ده ف هم بقاش فاهم قوي ان ده كارتون دي حاجات صور متحركة هو ما يعرفش الكلام ده فهو في دماغه ان هو عايز يقلد ده ويا ما كتير حالات جاتني اه عندهم فرط حركة بسبب الكارتون الحدرك بتتكلم عليه ده الكارتونات دي بتعمل نوع من انواع الاصابة النفسية للاطفال اللي هو بيسموه ال ADHD اللي هو فرط الحركة فرط الحركة ده يعني ايه يعني الولد بيجري ويتشقلب ويلعب وهو مش في دماغه ومش فاهم ان ده كارتون او حاجة صورة بس هو دكتور طول ما هو ماسك التليفون هو متنح في الشاشة متنح في الشاشة اه طول ما هو ماسك التليفون هو مشكلة الاطفال ان هما بتجذبهم قوي حتة الالوان حتة الشاشات المتحركة فهو لازم هيبقى منجزب جامد جدا للحكاية دي فدور حضرتك ودور والدته ودور الناس اللي عايشين معاكو يعني في البيت ان هما يلاحظوا يلاحظوا هو الولد بيتفرغ على ايه الولد بيشوف ايه هو الولد مش فاهم لكن انت حرك لازم تتابعه هو بيتفرغ على ايه كمية العنف في الفيديو اللي بيتفرغ عليه ايه الاحداث ماشية ازاي في حد بيقعد يتنطط ويتشقلب ويعمل ويسوي ولا لا الكلام ده كله كلام مهم حرك لازم تتابعه لكن ما قلتش ما تديروش التليفون اديرو التليفون ويتعلم عليه ويعرف اشتغل عليه عشان ما يبقاش عنده جهل او تخلف عن الاخرين تمام تمام خدت بال حضرتك بس هو الولد عنده قد ايه لحرك تتكلم عنه عنده ست سنين ست سنين اه طيب عايز اقول لحرك معلومة حركه للسادة المشاهدين معلومة مهمة جدا الاطفال من سن ستة لسن ستاشر سنة العشر سنين دول هم فترة الزرعة دي الفترة اللي حرك بتزرع فيه يعني كل الامراض النفسية كل المشاكل اللي ممكن تصيبه في حياته حياته كلها بتتبني في العشر سنين دول صحة نفسية واخلاق وتعلم وتدين وكل حاجة فدي رسالة احب اوصلها لحضرتك والجميع المشاهدين في الفترة دي في السن ده ياريت تخلوا بالكم من ولادكم كويس جدا لازم تصحبوهم وتعودوا معاهم لازم يبقى عنيكوا عليهم لازم تتعاملوا تتعاملوا معاهم بسواب بسياسة السواب والعقاب البانشمنت والريورد ده مهم جدا الطفل متابعته مهم جدا انت لو سبته من ست سنين لستاشر سنة كل المشاكل النفسية اللي هتحصل بعد كده او المشاكل الاخلاقية اللي هتحصل بعد كده او المشاكل الاجتماعية اللي هتحصل بعد كده او اتجاهه للمخدرات او الادمان او 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 كل المساوئ دي هتبقى فرقبتك انت لان حضرتك لازم تكون مراعي جدا 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 انا ياما ياما كتير ناس بتيجي في سن العشرينات مشاكل نفسية ما بين اكتئاب وما بين توطر وما بين قلق وما بين وما بين وما بين وجرائم ومخدرات وواه 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 تيجي تسأل عن الفترة اللي هي ما قبل 16 سنة اللي هي الفترة بتاعت من 6 ل 16 تقوم تلاقي ان الاب منشغل تماما في حياته وشغله الام شغل البيت واللي مظلوم في النص الطفل واخد بالحضرات فيها دبطور فترة معينة ينفع امسكه التليفون فيها يعني مثلا فيه مدة معينة ينفع امسكه التليفون فيها على خلال اليوم يعني على مدار اليوم اقصد مفيش فترة معينة في اليوم ولكن احنا نشتغل معاه بسياسة الايه الصواب والعقاب مش طول اليوم بيتفرج على ماسك التليفون ومش طول اليوم بعيد عن التليفون يعني انت توسط الامور حابة تقعد تتكلم معاه حابة والدته تتكلم معاه حابة الناس اللي في بيت يتكلموا معاه يبقى انت خدت شوية طيب ممكن شوية تانين نقعد نقرأ شوية نتفرج على صور في مجلة نتعرف على حاجات جديدة ما نعرفهاش حابة يقعد على التليفون خدت بالحضرتك يعني الميكس ده مهم مهم ولذلك انا بناشد وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم انه هما يعملوننا كرسات في المشاكل الأسرية كيفية ادارة الأسرة للأمهات والأبهات ياخدوا كرسات الناس المقبلين على الزواج والناس المتجوزين لو عملنا كرسات تعديل للأفكار أو يعني نوريهم ازاي التعامل مع الطفل وازاي الزوج والزوجة بيتعاملوا مع بعض خلي بالحضرتك ان مشاكل كتير قوي بتحصل في نفوس الأطفال من الأب والأم بيتخنقوا مع بعض بيعملوا مشاكل مع بعض قدام الأطفال ده أنا بتعلم الدكتور المفروض عشان الأب والأم يتعالجوا هما الأول عشان برافو عليك عشان يعرف يعالجوا الطفل برافو عليك برافو عليك هو ده اللي أنا بقوله أنا بضم صوتي لصوت حضرتك ان هما يعني يبقى فيه كرسات كرسات تعملها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم للأمهات والأبهات أصلا هما الأسرة هي نواة المجتمع لو النواة دي سليمة المجتمع كله سليم لو النواة دي مش سليمة المجتمع كله بيبقى مصاب للأسف نفسيا واخلاقيا ودينيا واجتماعيا بيبقى فيه مشاكل كتير جدا جدا ويا ما بنشوف حالات مبنية على الكلام اللي بقوله لحضرتك ده عشان كده تاني بضم صوتي لصوت حضرتك ان هما يعملوا كرسات للأبهات والأمهات لإزاي يتعاملوا مع الزوج والزوجة يتعاملوا مع بعض في حضور الأطفال وإزاي يتعاملوا مع الأطفال في التربية الدينية والأخلاقية والاجتماعية شكرا لدكتور العفو العفو شرفتين يا أستاذ شرفتين معنا تليفون تاني أستاذة أميرة اتفضلي يا فندم سلام عليكم ازايك يا دكتور أهلا وسهلا يا فندم أنا معلش بس أل بقى تؤال غير الحلقة عن العيد وكده ممكن اه طبعا احنا بنكلم عن العيد يا فندم والطاقة الإيجابية والأثار الإيجابية للعيد على النفس البشرية طبعا اتفضلي يا فندم ربنا يا سعيدك يا دكتور أنا بس أل بس أحضرتك عن عندي يعني مشكلة في الإصراف يعني عمري ما بعرف أخلي جنيه على جنب حتى لو خليته على جنب أأخده برضو وأصرفه تمام فأنا حسيت الحاجة دي بتعملي مشكلة لإني بيجيلي فلوس كتير وأصرفها كلها تمام والدرجة إن أنا بلاقي يعني ناس أكتئ أصغر مني بكتير وبيحوش وبيعملوا فبحس إن دي حاجة بقت دايقني آه حركة عندك نوع من أنواع الإصراف يعني آه يا دكتور يعني مثلا حتى لو بسكت فلوس كتير فغيرة لازم أفرفها كلها حركة كم سنة يا فندم أنا عندي خمسين حركة أعدى لوحدك في البيت يا فندم ولا أعدى مع الأسرة لا مع الأسرة مع عندي أولادي وجوزي متوقف كويس آه الإبنة أو الإبنة الكبيرة عنده كم سنة؟ آه تلاتة وثلاثين أعد مع حضرتك؟ مخلف لا مش معي اللي بعده؟ واللي بعده مهندس وخاطب خاطب يعني لسه موجود؟ آه وعندي ولد برضو وخلص جيش ومخلص بس أنا بقيت أزعى ليه؟ يعني برضو بتحصل ظروف بحتاج فلوس أقول طب أنا سفيها ما أنا كان معايا كتير يعني إزاي ما حطيش حاجة على جنب؟ وحضرتك لو حطيت في بنك والله بنزل وأسحبهم برض يعني ما يكبلوش شهر أبداً ما هي الفكرة مش حكاية بنك أو غيره أو البيت هي الفكرة إن حضرتك لازم يبقى الكنترول مش من عندك أنت لأن الطول ما الحاجة حتى في البنك باسمك ما أنت هتروح تسحابي عادي جداً ما هي كده أنا قلت طب أبعد شوية برضو أنزل وأسحب برضو الفلوس لا هو حل الموضوع ده يا فندم إن يبقى الكنترول الموضوع ده مش عند حضرتك الكنترول عند الإبن الأكبر لو هو متزوج خلاص أوكي اللي بعده بس طب أنا عايز أقول لك حاجة يعني زمان ما كانش عندي المشكلة دي معلش طب يا سلام طب ما أحنا بدي بقى يعني بنصحى من نوم وبنمارس يومنا عادي عدى الضهر والعصر والمغرب المغرب بقى عندي دور برد والصبح ما كانش عندي فده عادي يعني أنا حستك إن حاجة مستجد علي بقى لها ممكن خمس سنين قلت بقى أنا دخلت في حالة نفسية أو داعية ولا إيه في الظبط لا يا فنم ربنا يديك الصحة مش عاية ولا حالة نفسية ولا أي حاجة خالص ولكن دي أحداث في حياتنا بتحصل عادي تغيرات فيسيولوجية وتغيرات في كيميا المخ بس دي مش حالة مرضية يا فنم خالص هي بس محتاجة تدريب إن حارك تقدري تكنترول الموضوع ده مش داش من عندك إنتي الإبن التاني عند حارك مهندس صح؟ أيوة المهندس ده بقى تمسكيه كل حاجة ليه؟ آه المهندسين أصلا بطبعهم بيبقوا أبسسف شوية يعني هم نظمين بيحسبوا بصي حساب فظيء أنا ما بيجيني مريض عندي في العادة مهندس ببقى شايل هم الإنترفيو معاه ليه؟ آه بيبصي بيحسب كل حاجة بالملي بيبص للدكتور هو لابس إيه وشكله إيه قبل أي حاجة والراجل ده عنده شعر أبيض ولا لأ الراجل ده صغير ولا مش فاهم آه عادته زي حاولت والله يا دكتور أنظم يعني أنظم حاجة لأخر الشهر حاجة له مفيش مفيش فايدة أحسيت لا دي حاجة لازم بقى روح لدكتور واتعالج بقى لا يا فنم لا لا خالص حارك مش مش في حتة مش في الحتة المرضية حارك محتاجة حد بس يساعدك على الكنترول والتدريب هيخليك أنت أوتوماتيك ماشيا يعني ساعدني إزاي دكتور يعني أنا أدي له الفلوس وأقول له مثلا إديني مثلا كل أسبوع حاجة مثلا آه هتحطي حضرتك دراسة جدول الشهر آه أنا مصاريفي في الشهر واحد اتنين تلاتة اربعة عشرة آيوه وأنا الانكم بتاع أو الفلوس بتاعتي أدي كذا آيوه فأنا الفلوس دي هرتبها على العشرة دول آيوه بالظبط وممكن أاجي بقى أحتاج حاجة الأسناني بألافات أقول معيش بالظبط أنا بقيت حاسة إن أنا يعني برضو ما بسرفش في الحاجات المفيدة آه 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 طيب يعني حضرتك أدي الابني ومثلا هو يستستمني مثلا الأربعة أسابيع يديني مبلغ معين طب ولو حصل ظروف في الحاجة دي رجعت ولتوله هاتبقى فلوس لأ دوره بقى هنا يعمل ايه هنا حطين نظام وسيستم لو الحاجة يعني حاجة مصيرية هو شايف انها مش حضرتك اللي شايف يعني هو لو شايف ان دي ضرورة جدا طبعا لكن فيما عادة ذلك لأ مش هيدي لحضرتك لان دراست الجدوة بتقول 1 2 3 4 قد الانكم واد الانلت واد الاوتلت المدخل والمخرج وهو يرتب الحاجة ويرتب لك شهر بعد كده حاولي ترتب الشهر اللي بعد ومعرفتيه سيبير يرتب لك لحد ما نوصل لسيستم يريحك في الانفاق طيب يا دكتور بس هسأل برضو حضرتك لقيت واحدة صاحبتي ممكن بتقول لي ايه الحاجة دي ممكن تكون اشد انواع الاكتئاب صاحبة حضرتك دي بتشتغل ايه لا هي عادية بس يبتقرى بقى في العلم النفس كتير وبتاع فلاقيتها بتقول لي ايه ده اشد انواع الاكتئاب ان انت تنزلي وتبقى عايزة تصرفي اشد انواع الاكتئاب اه فانا حتى استغربت قلت معاولا وانا كمان مستغرب الله يا دكتور شكرا انا هعمل بنصيحة حضرتك ان شاء الله شرفتيني يا فنم وفي خدمة حضرتك معانا امل فضاليا استاذة امل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسعني يا فن حضرتك انا عندي تفل تلات سنين كم تلات سنين انا مش سود دي سمشوها دي كم سنة تلات سنين حركة عندك طفلة عندها تلات سنين اه طفل 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 تلات سنين تمام يا فن ايو انا من فاصلة فهو حضرتك الطفل ده يعني هو عايز يشوف بوابه باي طريقة انا مش من منع بس بوابه هو اللي مش راضي ام ام فالطفل بصراحة حالت وحشة جدا ومع انه نهار ده ده عيد وانا جايبه لقلعب وجايبه لطقم ده عيد وكل حاجة بس الطفل المش راضي ابدا يندمج مع اي حد ومش هو بيتكلم ودائما كلمة بابا فمش عايز اتصرف ازاي ومش عايز اعمل ايه لانه بصراحة يعني هو مش عايز اعمل ايه كويس والده هو اللي مش عايز يشوفه اه لي يا فنن مش عايز يشوفه والله علشان ما يتحملش مسئولية علشان ما يتحملش مصاريف حرك بتطلبي منه مصاريف يا فنن اه والله ابد طب طالما حرك ما تطلبيش منه حاجة وهو هيجي يشوفه ومش هيدفع حاجة فين المشكلة مش عارفها بصراحة بس هو رافض تماما وبعتله كتير مع انه هو قريبي وكده بس انا بعتله كتير انه ابنه تعبان وعاوز بيشوفه وكده هو مش فيش خالص مفيش المسئولية خالص هو عنده مشاكل نفسية الزوج حضرتي كان عنده مشاكل نفسية هو حادثك عصري جدا وسبب برضو انه طلع العصبية بتاعته ويعني كان بيوصل انه هو ممكن يكسر اي حاجة قدامه يعني بس هو ده ملوش ده طبعا بالطفل وانا عارفة كده والله وانا عمري في حياتي ما فكرت انه ابعده الطفل عنه وهو كمان يعني ملوز زمن طيب لانه كله هيقصر عن سيته وهو وانا عارفة كده بس هو مفيش خالص يعني مفيش خالص ولا بيسأل عليه ولا اي حاجة طيب بس يا فندم هو يعني هو الموضوع ما هواش يعني مشكلة كبيرة طالما الاب معالهوش اي مسئولية هو هيجي يشوف ابنه طيب هنفترض ان هو مش عايز يجي يشوف ابنه وده بمزاجه يبقى الاب ده عنده مشكلة نفسية وحريك بتقولي ان هو عصبي وبيكسر وا 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 فده معناه ان هو فعلا ممكن يكون عنده يعني سامسنج حاجة مش مصبوطة فلازم يعرض نفسه على طبيب نفسي لان يعني لو واحد ما عندوش يعني مسئولية عن طفل ووهو مش هارفتك ده اللي انا اقولته وانا اسفل مقطع تحضيرك ده اللي انا اقولته لأهله وكده فلما الكلامت في الموضوع ده هم قالولي ازاي ومش هارف ايه وعايب الكلام ده ومش هارف ايه وعمل وموضوع كبير قوي مع انه والله انا كنت تذكره مصلحته هو شخصيا لانه طبعا هو من غير اي حاجة هو يهمني لانه وانت ما قلت لحبثك في الاول هو قريب يعني بس هو حرك من اين يا فن خضرك انا من خفر الشيخ من خفر الشيخ طب حرك يا فن خدي رقم تليفوني من الكنترول وكلميني بعد الحلقة طيب تمام معاكو في الكنترول اوكي اوكي طبعا المشاكل النفسية مشاكل كبيرة جدا وكتيرة جدا وبتبدأ معانا من الصغر علشان كده دايما انا نصحتي لكل الناس اللي هم عندهم اطفال ان هم يخلوا بالهم من اطفالهم لان الاطفال دي ده مشروع طفل ده مشروع فانت في ايدك يعني تبني مشروعك كويس وعلى اساس متين او انك يعني تخسر مشروعك فانت الموضوع في ايدك وبعدين يعني القاعدة بتقول من زرع حصد انت زرعت هتحصد كويس ما زرعتش كويس ما تستناش حصاد فالصحة النفسية مهمة جدا الصحة النفسية اهمة من الصحة العضوية يعني للأسف وقت البرنامج يعني الوقت معاكم بيعدي بسرعة جدا اتمنى تكون استفادنا ولو بقدرة بسيط من المعلومات وكل سنة وحضراتكم طيبين واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة قريب بإذن الله تحياتي دكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ العصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة